السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتمم تتمية درس معادلة مستقيم ثالثا تحديد معادلة مستقيم نحاول نعرف كيف يتم تحديد معادلة مستقيم إذا كانت A للإحداثية ديالها XA و YA و B إحداثية ديالها XB و YB نقطتين بحيث A XA تخالف من XB فإن الميل المستقيم A B هو إذن نشطر تتحقق باش يكون المقام يخالف سفر إذن الميل ديال المستقيم كان محسبوه بالطريقة هذه A كتساوي فرق الأرتوبين اللي هما YB-YA نقسم على فرق الأفصولين اللي هو XB-XA تفقين؟ إذن نشفنا أيضا في الدلة التألفية كيف يتم حساب الميل إذن نشأل نخذه أمثلة مثال لتكون A إحداثية ديالها XA و B إحداثية ديالها X4 السؤال الأول حدد ميل المستقيم A B إذن السؤال الأول هذن نشأل نحدده الميل ديال المستقيم A B إذن تحديد الميل A إذن لتحديد الميل A سنطبق قاعدة مباشرة A تساوي YB-YA نقسم على XB-XA ثم نعود YB هي نقطة B X ديالها هو هذا و Y ديالها هو سفر إذن سفر نقسم YA نقسم على XB هي نقسم 4 XA 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 نقص 3 على نقص 3 هي نقص 1 طريقة سهلة غير ضلبا مع الأقواص وإشارات نقص 2 حدد معادلة المختصرة للمستقيم تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم أبي نقص 3 حدد مع المستقيم تكتب المعادلة المختصرة على الشكل التالي تكتب المعادلة المختصرة على الشكل التالي تكتب يقص 2 حدد مع المستقيم بالنسبة لأ تم تحديده سابقا في السؤال الأول وهو نقص 1 يعني نعوضه نقص x زائد ب نقص 1 في x يعني نقص x إذن y هو هذا لأن نحن نطلب النقصم شو نحدده ب يعني نحدده الأرتوب عند الأصل إذن تحديد ب نحن نقص بإذن 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 ن هو يعود ويكس الناقص ساوي سيكون في معادلة المختصرة يشكون لسفر نوع أرض إلى يكس الناقص بسفر يعني أننا نعود إلى إكس و إيكس في الأفصولين ببي وهنا vienen ناقص 4 و سفر يساوي ناقص 4 زائد بي نشأل أحاول نحاول أربعة إذا نحاول ناقص 4 إذا سفر يساوي أربعة زائد بي هذا يعني أن بي يساوي ناقص أربعة وبالتالي المعادلة المختصرة لأب بي مستقيم أب بي إذا المعادلة تكتب بحالة شكل ي يساوي الميل هو ناقص إكس زائد بي يعني ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص أربعة تفقين إذا هذه الطريقة عموماً لكي نكتب بصفة عامة القاعدة ونحدد الميل اللي هو أولى المعامل الموجي طريقة كي نحضرها في السؤال الأول بي ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص أربعة متوازيين طبعا الحال يجب أن يتحقق واحد شرط يكون مستقيمان توازين إذا كان لهم نفس الميل يعني إذا كان عندهم نفس المعامل الموجي ولنفس الميل فهذا يعني أنهما مستقيمان متوازيان أو إذا كان للمستقيمان نفس الميل فهما متوازيان فهذا يعني أنهما متوازيان هل نخذ المثال أول مثال أول مثال أول مثال أول مثال أول مثال أول دي واحد و دي اثنان إذن بالنسبة لهذا المستقيم ينادو كتلاحظوا أن المعادلة المختصرة دي لهم فيهم الميل هو ناقص اثنان يعني كتلاحظونا أن عندهم نفس الميل اللي هو ناقص اثنان إذن لدينا D1 و D2 لهما نفس الميل إذن نجاوبه أولا نكتب واحد جملة لدينا D1 المستقيم D1 و D2 شنو عندهم لهما نفس الميل لهما نفس الميل إذن فهما متوازيان مش نشوف المثال الثاني ونحاول نجاوب عليه نسبة المثال الثاني نعتبر المستقيم AB بحيثها والمستقيم AB اعطونا المعادلة المختصرة دي لنا قسلة X زائد 5 حدد المعادلة المختصرة للمستقيم D1 بالنقطة C والموازن للمستقيم AB إذن نطلب مننا نحدد المعادلة المختصرة دي لاش دي لواحد المستقيم اسمه D الذي يمر من النقطة C والموازن للمستقيم AB إذن هنا كلمة الموازن للمستقيم AB تهمنا إذن بما أن إذن نحاول نجاوب على هذا المثال إذن هنا بما أن المستقيم AB و D متوازيان ماذا يعني هذا؟ فإن لهما نفس الميل أما أن نقول لنا نفس الميل يعني الميل مستقيم AB يساوي الميل مستقيم D يساوي ناقص ثلاثة وماذا من ناقص ثلاثة يمكننا القيامando M إذا حددنا الميل ومنه فإن المعادلة المختصرة تكتب على الشكل التالي إذا المعادلة المختصرة تكتب على الشكل التالي إذا حددنا ناقص ثلاثة حسب المعطاية تكتب على المستقيم A B و D متوازين يعني تبقى الخاصية عنده نفس الميل إذا نتولي ناقص ثلاثة X زائد P إذا هذه المعادلة المختصرة للمستقيم D لكن يجب تحديد P إذا نحدد P يعني الارتوب بين الأصل إذا هناك معنا واحد المعطاية لدينا المستقيم D يمر من النقطة C يمر من النقطة C إذا كيف نعود C في هذه المعادلة المختصرة إذا يجب أن ننقص ثلاثة X على الإثنان أيضا تقوم بي نقص ثلاثة في أثنان ننقص ثلاثة في أثنان نقص ثلاثة في أثنان نقص ثلاثة نقص ثلاثة ي ping المعادلة المختصرة ستكتب على هذا الشكل Y تساوي ناقص ثلاثة X زائد سبعة ناقص ثلاثة X زائد سبعة دي المعادلة المختصرة دي المستقيم D تفقين؟ إذن هذه الطريقة رأيها سهلة إذن إذا أعطونا مستقيم المتوزين فإنك يعني نكون عندهم نفس الميل وما كان نضطروا أن نحسبه الميل نعم بشيء الآن نشوفه إذا شفنا شرط توازي المستقيمين وقال هنا تعامد شرط تعامد مستقيمين ونسأله الدرس إذن الخاصية يكون مستقيمان متعامدا إذا كان جداء ميلهما يساوي ناقص واحد يكون مستقيمان متعامدا إذا كان جداء ميل لهم يساوي ناقص واحد أو إذا كان الجداء ميل للمستقيمين يساوي ناقص واحد فهذا يعني أنهما متعامدا إذا توازي شرط النق يكون عندهم نفس الميل والتعامد يكون المستقيمان عندهم الجداء ميل لهم يساوي ناقص واحد إذا نأتي بشيء ناخده مثال باش نفهمه أكثر في المستوى المنسوب لمعلم متعامد ممنظم ناقص واحد أو المستقيم دي دي المعادلة يكا سوي ناقص جوجي على ثلاثة إكز زائد واحد السؤال الأول حدد المعادلة المختصرة لمستقيم أب بي إذا لتحديدها أول حاجة نحسبه الميل السؤال الأول نحدد أولا الميل إذا دائما كتكون عندنا العلاقة او معادلة مختصرة ايكز زائد بي كم نحدده او بي إذا نحدد أول الميل ا إذا نحديدها سهل أ كتساوي شفنا في الفقر الأولى إقريق بي ناقص إقريق أ مقسوم على إكس بي ناقص إكس أ إقريق بي عندنا بي فينا إيادي إقريق دي لها هو ناقص واحد ناقص إقريق أ هو أربعة ناقص أربعة مقسوم على إكس بي إياه إثنان ناقص افن هنا كان إقريق بي extends 4 وإنما إثنان ناقص إثنان وهنا عندنا إثنان ناقص إكس أ وهي أ أربعة ناقص واحد ناقص إثنان هي ناقص ثلاثة إثنان ناقص أربعة ينقص إثنان تساوي ثلاثة على إثنان إذا الميل هو هذا ثلاثة على إثنان إذا معادلة المستقيم AB تكتب على الشكل تالي إذن كتكتب على الشكل Y تساوي A حددناه 3 على 2X زائد B ما نديره الآن؟ ما نحدده؟ نحدده B ما نحدده؟ الأرتوب عند الأصل بما أن النقطة A وهي إحداثة يدي لها 4-2 تنتمي إلى تنتمي إلى مستقيم AB فإنه إذا مجدوش هذه النقطة تنتمي مستقيم AB نختار واحدة منهم مثلا اخترنا A فإنه ما نعوده مباشرة في المعادلة المختصرة للمستقيم AB إذن عندنا Y هو 2 إذن 2 تساوي 3 على 2 X هو 4 نضربه 4 زائد B تفقين؟ إذن هل ما نحسبه؟ 2 تساوي 4 ثلاثة هي 12 12 على جوج هي 6 يعني 6 X أو 6 زائد P 6 زائد P لحسبناها ثم نحول 6 الطرف الآخر P تساوي 2 ناقص 6 تساوي ناقص 4 إذن تم تحديد الأرتب عند الأصل إذن المعادلة ستكتب على هذا الشكل معادلة مختصرة وبالتالي المعادلة المختصرة لمستقيم أب هي Y تساوي 3 على 2 X ناقص 4 نحن جاوبنا على السؤال نرى السؤال رقم 2 نطلب مننا السؤال الثاني استنتج أن المستقيم أب والمستقيم متعامدا إذن إلا بغوا يكون متعامدا شنو خصو يتحقق لنا خصو يتحقق لنا أن الجداء ديال المال كي سوي ناقص وحسب الخاصية إذن هم شن نجاوب هنا لدينا ميل ديال ميل المستقيم لدينا ميل مستقيم أب هو 3 على جوج هاو الميل و ميل مستقيم دي هو شحال الميل دي المستقيم دي طولة في المطاقة ونقص 2 على 3 نقص 2 على 3 تحقق إذن شنو ندرو هنا وبما أن الجداء ديالهم 3 على 2 ضربة ناقص 3 تساوي ناقص 1 لذلك الجداء ليس 2 مع 2 تساوي 1 يساوي 1 خسوح فإن دي مستقيم دي ومستقيم أب متعمد وبهذا أجبنا عن السؤال بشكل صحيح إذن إلى هنا نصل إلى نهاية درس معادلة مستقيم وأتمنى أن يكون الشرح مبسط وواضح وحاولوا أن تنشروا الفيديو مع أصدقائكم لتعمى الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة